اشتركوا في القناة مفاجأة كبيرة غريبة أكبر أطايف في العالم وهذا المقابل استنع لأنه ما يثبت نعمل إشي كبير من دون حدا كبير أو بعرف إشياء مساعد يعني أكبر أطايف بالعالم كلمة كبيرة كتير بابا هذا تحدي إنه إحنا نعمل أكبر أطايف بالعالم طب شو ركننا نتفق إنه إحنا حنعمل أطايف كبيرة أو أطايف عملاقة بس موش أكبر إشي في العالم أهلا إذا إذا أكبر أشي في العالم كيسدنا نقولها ما بصير كتير من أشياء مش كتير من أطايف إذن حنعمل أطايف كبيرة لكن هل هي الأكبر في العالم ولا مش الأكبر مابا مابا ولكن قبل ما نبدأ شو أول إشي لازم يعملوه لايك شير ويشتركوا ويشتركوا إنستقرام والفيسبوك وله مين كمان في صفحات للمشاكس الصغير فارس وله مو مشاكس مو شاكس مو شاكس فارس انت مو شاكس ولا مو مشاكس مو شاكس مو شاكس أنا بعرف لك مو مشاكس وأنا أعترف في هذا الشيء تعال تعال إذا بعد ما رجعنا السيد فارس وأقنعنا هنبدأ الآن بالتجهيز لهذه القطايف طبعا ماما كتبت لنا المواد عشان نعملهم ونجيبهم قبل ما نبدأ إذا أنا أعلى المسحابة طالما ماما كتبت المواد خليه نفت المواد إذا إيش الحكمة تقول إن ماما كتبت المواد بابا هيك أنت بتقلل بقدراتي أمام الناس بابا أنت كبير ساعتها أوكي تمام تمام إذا الآن إن شاء الله رح نبدأ بتجهيز القطايف وربنا يتقبل منا ومنكم الطعات القطائف أو القطايف هي أكلة تشتهر في شهر لا بدها الله يعينكم هلأ كيف حتتشهونوا معنا على الأكل وكيف حيصير نفسكم تاكلوا هاي القطايف مع ذلك ما حتاكلوها إلا بعد الإفطار لما تجهزوها أول شي حنحضروا يا بنات بدنا طحين اتنين كم طحين سميد نص كوب حليب البودرة كذلك نص كوب ملعقة صغيرة خميرة وعندنا نص ملعقة صغيرة بكم بودرة مالة كاملة جيبي لسكر لو سمحتي يلا ملعقة كبيرة يلقلو دي ننزلها الفانيلا و ماء زهر يا ليليان عشان فرق ما مع الزهر بقى ماء الورد هلأ دمنا اسمع علاقة نعم ديحتي بتجينا الفانيلا ماء الزهر بس شوية رشي خفيفة ممكن عبي إحنا ماء 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 الآن بدنا الماء العادي بدنا ثلاث أكواب ماء تفضلي نزل إيدك قد ما تقدري نزل إيدك قد ما تقدري قمت بتجينا يا رشي حجل رشاك انه تعال شي كيف تخلص معلون هاي يا بابا سوف نخلط ماء질ها هاي هاي بابا حجل هاي بس يلا كويس كويس هل نستعدين لأجمل قطايف نعم هتوقع أنا هتوقع بنسبة 110% إن شاء الله بعد ما كملنا الخلط شو لازم نعمل هلا يا لولو؟ تركها ترتاح 10 دقائق 10 دقائق وشو هنعمل يا جوان بعدها؟ نحطها على الفرن أو الغاز 10 دقائق فاصل ونواصل وحليكم معنا بسم الله الآن إحنا جهزنا الصاج الكبير فضلوا شوفوا ما أحلى كيف شكلوا هذا صاج لحتى نعم عليه أكبر حبة أطايف ممكن إننا إحنا نسويها طبعا إن شاء الله هتكون هي الأكبر هنجرب معاكم يا رب تزبط معنا متحمسين إنها تزبط؟ طبعا لازم تكون درجة حرارته درجة حرارته متوسطة موحامي كتير لازم تكون متوسط طريقة تتسكب نضع نقطة بالزبط ونسكب كل شيء عليها لا نحرك إيدنا يا رب ما يوقح الحمد لله بس تيش هي كمائلة؟ يلا بركة 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 هلا بشو شو هيطلع معانا الأقل ما نزلت على الأقل الحمد لله ما نزلت والله رب نستر شوفوا كيف تعرفون القطايف استوى ولا لا؟ بيبدأ شوفوا كيف بابا هون شوفوا هاي بلش هون هيك هستوي هلا بدنا نشوف أكبر حبة قطايف صحي صارت شكلها غير متناسق ولكن هذا لا يمنع هلا بدنا نحشي بدنا نحشي بنا نحط فروسي بها ونلفو ناكله هاي بلش هاتستوي هون يا بابا شوفوا اللي ضال مو شوفوا نعم في قطايف عاديا ناكل فروسي هلا كون اللي يعطوا فروسي بنا نحطه وناكله متشحيين للقطايف أشفينها لشهونتكم بس يأذل مغرب لازم ناكلهم طب سؤال هلا أنا خايف انه هذا ما يستوي وشو نعمل لكن لا يجب أن نصبر حتى يكون كله مستوي قرب 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 يستوي قرب يستوي هاينا شوفوا بلشت تتقلص بس ضيل هدول 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 بس يصيرونهم وهي فتحاتهم برضو حلوين شوفوا كيف المسامات اللي فيها هنحط كلها جبنة وهيك نسكرها ونحطها على النار اكيد يلا نعد نعد عشرة دقيقة 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 يلا اللي بننص استوي لساتة لساتة عشرة تسعة ثمانية سبعة ستة خمسة أربعة ثلاثة ثمانية واحد ما استوات طب عدوا بالعكس يلا من واحد لعشرة ثمانية هاي بلاشوا خلاص بكفي 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 بكيف كونك اسنا لو بالنص بسم الله الرحمن الرحيم يا وردي حامية أجب لك الشئ؟ حامية! حامية! اه! بابا! اوبا! اوبا! هذا بدنا نشوف بدون أن نلبس بأيدينا باب نشوف كيف لون الشقار اللي تحت حززتها يه 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 انحرقت شوي بس شوفوا كيف لسه صار الشكل اللي فيها تعال ننعيد واحدة تانية نشتغل عليها ونشوف اول اشي دي نعلو اللي شوي بابا زبتها المرة زبت يا بابا زبدتها يا بابا زبتتها يا بابا زبدتها بابا ليه تخليك هيك دائرة فتمشي لا 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 لا. بابا يش مقاش؟ حل هيوصل عالآخر ام لا؟ حل هيوصل عالآخر ام لا؟ هل هيوزر على الاخر قليلا هذه العجينة البيضاوية هنغيب ونرجع لكم سريع نرى شو ممكن نطلع بنتيجة هلا هاي جهزناها يبدو والله اعلم انها نوعا ما احسن احسن اطرة بس لان من هنا يعني هذا بابا احنا خوفنا ينحرق لان هنا طيب نشوف هاي كيف صار شكلها واو هاي الصراحة حلوة طيب اخر واحدة اخر واحدة احجربها هلا اشوف كيف ممكن تطلع معنا ابعد يا فروس حبيبي هادول كتير كبار صارف هاي بيساويها لازم نوزي على الجيران واو كيف الطريقة بابا عاملها هاي طريقة الفنانين فنانين هالله يستر بابا هاي تزبط ولا لا اساس انطلقت الفنانين تعيتي طريقة الفنانين خلا المزيد بس هي اصغر من اذول بس يعني شو خلا مبدئيا انا شايف هاي صارت ممتازة انا انا نفسها بز والله اعلم بس خليها شوي اه وهي عم تطرى هاي تنشأ يعني نشفت شوي واو حامية 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 انتحالا احنا خاخة طبعا بابا اه اول شي شكرا للمبدئتين زين و يارا والحنا طيول الجن على الكلب الأطائف الجميل اللي شفناه على الشاشة ما شاء الله بهذا الرمضان زي بنو رمضان هلا حنبدأ بهادي الجبنة بابا اش بدأ من الجبنة بابا اول شي نبدأ بالجبنة بس منها تواعني بس خلينا نكملها كبار ما شاء الله كمية من الجبنة كبيرة كيف بدنا ناكلها؟ نحن نقطعها بابا بتسكينها ونشكينها هكذا ناكلها زي قطع سبيدة ممكن نبدأ عملية ثانية الأطايف حتى نسكرهم على بعض أظن بدها بدها كمان أيوة هاي بابا هاي إشكالية لما ما يكون دائرة بتصير فيها مشاكل ميلان على الزوايا يلا نبدأ بالحشو لازم بقوة عشان يمسكوا ببعض هدول يتماسكوا ثواني ثواني يا بابا ثواني هاي أطايف عادية لا بسم الله أطايف يا عيني علاقة طايف الجبنة والآن دور الإشطاء يلا اتطدرو عن نص بابا هيكا بننص بننص بن طيب سمحوا لي عشان عجل معلاء أن ننهن فيها هلا مبدئيا بدنا ننزل كمية كاملة من الإشطاء ودعنا نشو حاضر حاضر أحلى أطايف كاملة وأنا كمان وهي كمية حتكون كبيرة الإشطاء هذه متناسقة هذه متناسقة أكتر ثواني أصلا لونها أحلى أصلا بأكل الإشطاء أكتر من جبنة أنا بأكل جبنة أكتر أصلا لا يا بابا كل شوية لا تزعل من مين زعلت؟ هنحط أطايف من نروح نشويها ونرجعيكم ممتاز زي ما قالت ليليان إذن الآن هنحاول نرتب نشويهم ونشوف كي بدها تطلع معان هاي تعبت موسيقى وبعد ما شوينا الأطايف بالفرن رجعنا لكم طبعا الحمد لله عدد المغرب واللي أفطر 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 واللي سام سام وسام سام 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 الآن جاء وقت التذوق نحن طبعا كيف عملنا فيها؟ شويناها وما أليناها لماذا؟ نحن شوفوا هاي ما أصعدنا هاي ما أكوانا شويناها لسببين السبب الأول أنه الشوي بالنسبة لإلنا أقل من ناحية الزيوت ومن ناحية المقالي ففي ناس بفضله مشوي وفي ناس بفضله معالي إحنا من فضل المشوي السبب الأول السبب الثاني من وين نجيب لها الله هاي بابة إليها صح شوفوا ما شاء الله ما أكبرها والآن على الفقرة الختامية يا فقرة أكبرها نبدأ وين؟ هون ولا هون؟ هون كل واحدة بدأوا واحد؟ بابة هنبدأ هون هون إن شاء الله أعطيكم جزء من هاي شوفوا 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 كيف قشطة السايحة يا سلام نبدأ بالقشطة بسم الله الرحمن الرحيم شمال المحل لا مشهور أن ليس ك陳ip ش침 إن شاء الله ان شاء الله في الطريق ليس كين فروص و מצють فروصة ولا انو هون then عمضان و created عمضان و عمضان ترككم قناة جمال الهيان وإلى اللقاء إلى اللقاء يا حلوين إلى اللقاء يا حلوين